موسيقى السلام عليكم حياكم الله مشاهدين الكرام في المنتصف في ملفنا الأول نستعرض التطورات في مصر وما جرى في جمعتنا اسمها المصريون جمعة الخلاص واجه نظام الانقلاب هذه الجمعة بإغلاق كامل لميادين العاصمة المصرية القاهرة مدان التحرير وسط القاهرة كان جزءا من الإجراءات المشددة التي اتخذها النظام منعا لخروج المظاهرات التي تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي وأظهرت صور تطبيق خرائط جوجل إغلاق جميع الشوارع والطرق والجسور المؤدية لميدان التحرير وأبرزها جسر السادس من أكتوبر وجسر قصر النيل كما أظهرت هذه الصور إغلاق الشوارع عدة في حي مدينة نصر شرق القاهرة في المقابل قام النظام بحماية أنصار له من أجل الهتاف باسم السيسي وأظهرت صور لهذه الحشود التي تؤيد السيسي أنهم يحملون ملابس موحدة وكأنهم جزءا من عناصر أمنية تريد فقط إظهار حجم التأييد للسيسي إلا أن ترندات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت دائما تهتف ضده نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ الحوا على عجل يهرول النظام المصري ممثلا برئيسه عبد الفتاح السيسي لمجابهة مظاهرات صدحت حناجيرها في مدن وشوارع مصرية مطالبة برحيله وتنحيه عن حكم البلاد مسيرات واحتجاجات سائم من شارك وهتف فيها من وعود مضت عليها سنوات عجاف بعد فضائح بهدر للمال العام ومقدرات الشعب وتوظيفها في بناء قصور ومدن سياحية ينتفع بها رأس الهرم وحاشيته كما يقول المحتجون وضع داخلي مصري حول الأزمة من مسار الضغينة المخفية إلى مظاهرات خرجت على الرغم من التجديد الأمني الكبير رفقها تحويل العاصمة القاهرة ووسطها إلى ما يشبه ثكنة عسكرية بهدف منع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير إغلاق السلطات منافذ الميدان والذي أطاح سابقا بإمبراطورية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قابله تأمين وتسهيلات وحشد في إطار مظاهرات مؤيدة للسيسي وداعمة له أمام هذا المشهد المتناقد وما يعكسه من إرباك في صفوف النظام الحالي ووسط ما تشهده البلاد من حملة اعتقالات لمن شارك وطالب جاء الرد الخارجية المصرية على ما أعربت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قلق لاعتقال مئة الأشخاص بأن تلك الإجراءات تتم وفق القانون ولا حاجة في الحالة المصرية الآنية لرؤية احتجاجات مناهضة للسيسي لمعرفة حجم أزمة يواجهها النظام إذ أن الاحتجاجات الداعمة له كانت خير دليل وكافية لتأكيد وجود أزمة تهدده فضلاً عن أن مسارعة النظام إلى إخراج أنصاره إلى الشارع وتلويح السيسي بطلب ما أسماه طفويضاً جديداً من المصريين إنما يدل على قلقه الكبير من هذه الاحتجاجات التي وإن نجح النظام في الحد منها بالتجديد الأمني والاعتقالات يوم الجمعة إلا أن ذلك لا يعني نهايتها برأي كثير من المعارضين إذن مشاهدين الكرام للنقاش حول هذا الموضوع ينضموا معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحميد قطب الكاتب الصحفي المصري مرحم بك الأستاذ عبد الحميد أهلاً والسلام بكم حياك الله يعني في البداية كيف قرأت ما فعله النظام وهو يواجه الاحتجاجات ضده السيسي يصل في ساعات مبكرة إلى القاهرة استقبله مجموعة من الناس بينهم يعني رجل معمم بعمامة أزهرية ورجل معمم بعمامة قبطية صحى التعبير ثم بعد ذلك مجموعة يتجمعون في ساحة مدينة نصر هل هذا ينبع عن يعني ثقة أم ارتباك بكل تأكيد ارتباك طبعاً هو ما فعله السيسي أولاً أحنا لم نعهد عليه هذا الاستباك لم نعهد عليه أنه يقوم بهذه الأفعال بالعكس كان يسر في المرحلة الماضية من نفسه أكثر من اللازم كان يبدو أمام الجميع أنه مسيطر على كل شيء كان يبدو أمام الجميع أنه لديه الكثير من الأوراق التي يستطيع أن يستمر من خلالها الظاهر لدى العالم كله ولدى المواطن المصر والدى المواطن العربي أن السيسي حقق الاستقرار لسلطته وأنه بات يملك جمام الأمور وأن كل أجهلة الدولة وكل مؤسسة الدولة باتت مفعول بها وأنه يسيرها كيفما ينشى وأنه لم يعترض عليه أحد ومن يعترض عليه أحد سيكون مصيره مهما كانت باته وما كان حجمه وما كان حجمه وما كانت مكانته سيوضع في السيسي بدون ولا بواكية على الجميع الآن المشهد تغير بشكل كبير تغير بشكل كبير جزرين فقد السيسي الآن أقصيح أقولها في الفم الملآن السيسي فقد كل أوراقه الآن السيسي لم يعد الدعم الدولي كما كان في السابق الآن في الأمم المتحدة رفضت مرك المقابلة في السيسي وبعدها مباشرة أصدرت الحكومة الألمانية بيانا رسميا قالت فيه بكل صراحة العبارة القمع لن يحقق الاستقرار في مصر وهذا يعني أن السيسي رجل يفرض على شعبه القمع هذا اعتراف صريح بكل ما تعنيه الكلمة بأن السيسي بات الآن بالنسبة للحكومة الألمانية التي كانت تدعمه في السابق رجل قمعي يستخدم القمع والبطش ضد شعبه مكرون برغم دعمه المعروف وبرغم أصوفه مع السيسي الآن قابله على هامش يعني مقابلة بدأت الصورة حتى يعني الموحدة تتسمي باسم السيسي باسم الرئاسة ننزل الصورة على صفحة العبارة والصورة تبدو أنه يقابله على الهامش والآن أعتقد أنه لم يعد كما كان في السابق المؤسسات الأمريكية قلبت على السيسي الآن هي التي تسيطر على الأمر وليس ترامب حتى وإن بدأ ترامب لا يدعمه بشكل كما كان في السابق ولكن أقول لك يعني ما عليك شي خليني أكمل الآن المؤسسات الأمريكية قلبت على السيسي وهذا نعكد في تصرحات السناتور كريت ميرفي وفي تصرحات كثير من المسؤولين وفي الإعلام الأمريكي نأتي على الورق الإقليمية الآن الإقليم أو لنقل بكل صراحة السعودية والإمارات لم تعود كما كان السابق داعم للسيسي مثال بسيط ما قاله كرقاش وهو مهندس السياسة الإماراتية كتب تغريدة على سيويتر وقال نحن ندعم المؤسسات الأمريكية المصرية وندعم الدولة المصرية وندعم دايشها ولم يذكر السيسي وهذا إشارة طبعا بالصاعم إلى لا نقول أنها رفعت الرفاع ولكن نقول أنها تراجعت عندما في السابق عندما أتحدث أتحدث مقارنة بما كان في السابق على المستوى المصري على المستوى المصري الآن أولا يعني برغم ما كان في الصورة ظاهر أن مؤسسات الدولة وخصة المؤسسات الأمنية تقم مع السيسي لكن على وجهة النظر الأخرى تقول أن ما حدث كان وضعا طبيعيا ولكن يبقى الرهان على نزول الشعب وأن ربما يعني لم يكن هناك ضوء أقضر للشعب المصري في النزول ولكن ربما سيكون هذا الأمر في مراحل مقبلة ربما هناك تثبات لأمور تجري يعني الأمر ليس تبقى بالسهولة ولكن قولا واحدا أقول لك بكل صراحة أن السيسي فقد الآن كل أوراق حتى يعني رفاقهم في المؤسسة العسكرية لم يعودوا كما كانوا سابق متحمسين لبقاء السيسي لم يعودوا كما كانوا سابق دعمين للسيسي لأنه لم يبقي له أي حبيب يعني أقضر الجميع يعني أستاذ عبد الحميد حتى فقط نؤكد على هذه النقطة يعني لم يظهر أحد يعلق بوضوح عن الوقوف مع السيسي إلا من جمعهم من ممثلين أو إعلاميين ليس هناك تصريحات رسمية من دول تدعو إلى أن يدعم السيسي هذا ملاحظ بشكل واضح نعم بكل صراحة سيد الفاضل النظام المصري نظام عبد الفتاح السيسي اللي يعني بعد ثلاثة سبعة شفنا ربما حشد وكان هناك يعني قطاع كبير من الشعب المصري مؤيد له وقطاع كبير من الشعب المصري داعم له ومؤسسات الدولة صادع له الآن يستعين بشيء عبده النظام الذي يستعين براقصة فقد كل أوراق أوراقه للبقاء الآن النظام الذي يستعين براقصة لتدافع عنه لم يبقى له أي شيء هو بس يعني يحاول أن يسوق أنه قوي يحاول أن يسوق أنه متماسك يحاول أن يسوق أنه يعني باقي ومستمر ولكن هذا غير صحيح وفي تقديري أن خلاص يعني أكسيسي الآن في النزع الأخير وهذا قولا واحدا يعني حتى المسؤولين الدينيين الذين استقبلوا كانوا كومبارس يعني ليس هناك شيخ الأزهر أو بابا الكنيسة هناك يعني اختلاف في نوعية من يحيط بالسيسي أستاذ عبد الحميد ولذلك يعني أريد أن أسألك عن القادم هل نقول يعني حتى إذا كان هناك نجاح في منع احتشاد الناس من خلال إغلاق الميادين لكن هل نقول أنه بداية الطريق قد فتحت للمصريين يعني أنا شخصيا كمحلل سياسي أحلل المشهد أن آلة القامة يعني تواجه الوجود الأمني في الميادين ربما كان عنصر إيجابي هذا الوجود الأمني استنفر الرأي العام الغرضي على الوضع في مصر وربما هذا جعل الإعلام الغرضي يراقب الوضع المفتح عن كتب ويدون ما يحدث في مصر ويسجل ما يحدث ويرسل بشكل كبير ما يحدث في مصر بل بالعبس تعد إلى ما هو أكثر من ذلك إصدار بيانات إدانة أمس يعني شهدنا ما كتبه مراسل واشنطن بوس مدير مكتب واشنطن بوس في القاهرة من إدانة للنزال القمعي وسجل وراسة كل التفضيل حتى أنه قال هناك إغلاق للمقاهي هناك إعطابات وميليشيات ملسمة هذا الأمر لم نعهد عليه في السابق المجتمع الغرضي والرأي العام الغرضي كان يقوم بطف على عما يقوم به السيسي بكل شيء وهذا مرفوض يعني نعم كان يرصد الأمر لكن لم يكن هناك أي بيانات تصدر بهذا الأمر الآن شهدنا كما قلت لك الحكومة الألمانية الداعمة للسيسي في وقت سابق التي كان يشتري منها السيسي السلاح من أجل إسكاتها واشترى منها أكبر محطة كهرباء في منطقة الشرق الأوسط وفتح لها المجال للإستثمارات ومع ذلك البيان كان واضح القمع لن يحقق الاستقراطنا وبالتالي أفضح هناك تغير جزر في المشهد الآن كما قلت لك السيسي فقط كل أوراقه حتى الورقة الإسرائيلية التي كانت هي يعني الأكثر قوة بالنسبة له الآن المشهد الإسرائيلي مرتبط بشكل كبير نتنياهو عفواً عفواً كيف أن الورقة الإسرائيلية هي أقوى سبيل له كما تقول نعم يعني التحديد من بن يمين نتنياهو هو كان الشخص الأكثر حماسة لدعم عبد الفتاح السيسي والأكثر دعم العبد الفتاح السيسي وهو مهندس الانقلابات يعني فيما يسمى يعني هذه سفطيط كثيرة يعني ربما يقول شرحة لكن خلاصة القول أن السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايل وحفتر وغيرهم يعني دول جزء من مشروع بن يمين نتنياهو المتمثل في تنفيذ تسقط القرن وإقامة دولة إسرائيل الكبرى وفي المقدمة طبعا هو عبد الفتاح السيسي هذا هو مشروع بن يمين نتنياهو وبالتالي بن يمين نتنياهو كان حريصا على إبقاء السيسي مهما كلفه من سما لكن جبهة بن يمين نتنياهو الآن احتزت بشكل كبير الآن هناك حدث انتخابات لم يفصل فيها بن أغلبية لم يفصل على مشكل حكومة كلفه رئيس الكيان الصهيون بتشكيل حكومة وربما يفصل في هذا الأمر على كل ما هو الآن أصبح الوضع المثبت بالنسبة له وأصبح ما بين أنه إذا فشل في تشكيل حكومة فيكون مكانه يعني حالة انكشاف يعيشها السيسي كما يتضح من حديثك أستاذ عبد الحميد لكن في المقابل هناك يعني ابتكار لأساليب من القمع يقوم بها جهاز الأمن المصري حيث يعني قال شهود عيان على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي من أن يعني الانتشار المكثف للأجهزة الأمنية في الميادين لم يكن بالصورة المعتادة وإنما هناك أشكال جديدة لمنع التجمع والتظاهر هناك يعني شخصيات ملثة ما ظهرت في الشوارع وبحث في جوالات الناس من أجل رصد أي شخص كتب رفضاً لنظام السيسي هذا القمع الذي يتضاعف الآن برأيك كيف يمكن التعامل معه مصرياً في الداخل نعم وقعياً وبدون أجل شك أن الوضع المشهد برغم ما هو يبدو في الصورة أنه أكثر قمعاً لكن أنا شايف أن المشهد تغير بشكل جيد فلو قررنا ما كانت السابق أن الأجهزة الأمنية والسلطة المصرية كانت كعمل مع أي متظاهر بالرصاص الحي لم يكن بيد أي لم يكن يعني من أداة كانت كان يمثلك الأجهزة المصرية سوى قتل المتظاهرين وهذا ما حدث فيه كثير من المحطات بداية من الحرس الجمهوري وبداية من المنصة ثم يضع ثم المصيد ثم ثم والعالم كله كان يشاهد المتظاهرين كانوا يقتلون في الشوارع بالرصاص الحي وربما كان يوناس هالبين كانوا يقتلون في الترقس وهكذا وهذا يعني هذا الآن تغير المشهد بشكل كبير الآن لم يعد النظام يستخدم هذا الاسلوب في قمع المتظاهرين وبالتالي على كل مصري أن يلحظ هذا الأمر أنه لم يعد لن يكون باستطاعة النظام أن يقوم بنفس التطرفات التي قام بها وهذا الأمر مكسب كبير للثورة إذا يعني إذا استطاع السيسي أن يبقي هذه القوات تلاحق المتظاهرين في مرة في جمعة في جمعتين في ثلاثة فلن يدوم طالما كسر حاجة الخوف فالقطار لن يعود إلى الوراء واستوى وقطار التحرف لن يعود إلى الوراء مرة كفرة نحن في أيام نحن في أيام مبارك سيد الفاضل يعني النسل اللي بقول لكن القمع وفي أيام مبارك كان يحدث مثل هذا لو كنا عندما كنا نتظاهر على فلال النصف الصحفيين أو في المعدي كانت حاصرنا قوات الأمن بكثافة وربما أكثر من ذلك يعني والصور خير ودليل ودليل في أي مرة ومع ذلك لم يمنع تروج الشعب المصري في 25 مناير وأنا أرى أن السيسي اقترب أجله وأنه في النزع الأخير وأنه سيسقط قريبا لمحالة وأن الكرة الآن في ملعب الشعب المصري والعالم كله أنا وأقول وأكررها وكالعالم كله ينتظر ويراقب الشعب المصري لإسقاط عبدالفتاح السيسي والكل ينتظر هذه اللحظة أنا متفائل جدا والكل يترقب كيف ستكون لحظة نهاية هذا النظام الذي يبدو أنه يفقد كل شرعية مع مرور الوقت أشكر جزيلا شكر أستاذ محمد عبد الحميد قطب الكاتب الصحفي المصري إذن مشاهدين الكرام رغم هذا القمع الذي يقوم به نظام السيسي ضد المواطنين إلا أنه لفت النظر أن مصر وعبر بيان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قامت بالاعتراض عليه وقالت الخارجية المصرية أنه من غير المقبول صدور بيانات من كيانات أممية بدون أن تتحرى الدقة وكان بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أدان عمليات اعتقال واسعة النطاق نفذتها سلطات الأمن المصرية ضد المتظاهرين الذين طالبوا برحيل عبد الفتاح السيسي وادعت الخارجية المصرية أن البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يستند إلى معلومات غير موثقة نضم معنا الآن للتعليق أيضا على هذا الموضوع الدكتور صفيد حامد المحل السياسي مرحبا بك دكتور صفيد أهلا سهلا تحياتي لك ولكل المشاهدين والمصريين الأخرى في كل مكان حياك الله يعني العالم شاهد وعبر يعني تطبيقات جوجل التي رصدت كيف أن الشوارع كانت مغلقة في وسط مدينة القاهرة إلا أن النظام ينكر أنه قام بأي إجراءات قمعية تمنع المتظاهرين السلميين من التعبير عن أنفسهم كيف تصف هذا السلوك من نظام السيسي الحقيقة سلوك يعني واقعي خبيث جدا هو كالعادة يتميز باللس والدوران أو يعني المحاولة دائما من قلب الحقائق بطريقة الحقيقة لازم نعترب أنها طريقة بتنجح في غسل الأدمرة يعني 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 هو علم طبعا في الأسبوعين الماضيين أن الأنظار أصبحت مركزة عليه أن الإعلام العالمي تكلم عن دكتاثرياته ووحشيته وأن كثير مثلا في أمريكا أكثر من عضو في الكونجرس تكلم وحذر عدم التعرض الخشن للتظاهر السلبي وأن التظاهر السلبي من حق المصري أكثر من عضو ونائب وزير خارجية المصري قال الأمريكي قال نفس الشيء وطبعا منظمات العمل المدني والفقوخي وإلى جانب هذا مجموعة كبيرة من مراكز الفكر تكلمت عن وتحذرت من المتاس فأصبح من المتاس بالمظاهرات السلمية فأصبح الموضوع بالنسبة للسيتي عملية يعني هو وقع في فخ أنه هو وضع تحت على المسرح وتحت الأضواء العالمية فهو بمثال بساطة يعني أشار إلى الجميع إلى قوات الأمن أن تقليل بقدر الإمكان تقليل التصادمات وتكبيل الشعب المصري من الحركة أساسا يعني القليل من الحركة هي منع الحركة يعني لما تخط محطات المترو يبقى معنى هذا مئات الآلاف أصبحوا ليس عندهم طريقة للوصول لمكان المضح مئات الآلاف يعني ربالك الكثافة سبتانية والكثافة المرورية في مصر معتمدة تماما على متر الأنفاح نعم فهو في الأماكن الحساسة قفل محطة المترو فأصبح الجميع لا يستطيع أن يصل هناك إلا بطيارة أو على أقدامه ومن هذا نشر كمية رهيبة من نقطة التفتيش بحيث أنه أولا ممكن يمنع من يتوسن فيهم النشاط والجدية وإمكانية أن يكون متظاهر ويكون يعني عالي الصوت ممكن يمنعه ويعيده من مكانه أو إذا كان يعني يشاكك فيه بمراره بس يكون أخره ويكون أرهقه خاصة يعني فيه الحرارة والشمس وخلافه يعني فهو مسألة فلذلك هو قلل من الحركة إلى الحد الأدمة وإلى جانب هذا اصطلع مشهد في المطار واصطلع مشهد في النصب التسكاري جمع فيه بالأموال وبالسد والشهاد وبعلب الغذاء بعض من العسكر يعني الجنود اللي طلب منهم يجيه بلابس يعني كل هذا يعني هو النظام عبد الفتاح السيسي يتقن قضية صناعة السيناريو مختلف عن الواقع يصنع بيئة معينة خيالية بحيث أنه هي الواقع بينما الحقيقة مختلفة تماما إلى أي حد أو إلى أي مدى يمكن أن يخدع عبد الفتاح السيسي العالم وحتى المصريين بأنه لا زال مسيطرا ولا زال يحظى بشعبيه سيسي سيسي سيدي هم يعني القبضة الأمنية تجعله يملك مصر ويتحكم في شرايين مثلا الحركة المواصلات كلها وكان عنده استعداد رقضة حتى كل وسائل الصالة الاجتماعية من الانترنت والفيديوهات كل شيء يعني ممكن هو يخدم ولذلك ما نتكلم عنه الحقيقة هي لعبة مش القط والفق الأسد والفق فهذا لا يعني الاستمرار فيه الحقيقة أنا لا أشجعه ولا أحترمه لأنه يعني معادلة غير عادلة المعادلة العادلة أن الأحرار يقف أمامه الشعب المصري المائة مليون في داخل مصر هم سجناء وفي بعضهم سجناء في السجن اللي هم المائة ألف والسلسلسين ألف اللي هم في المعتقلات والزنازيل لكن الشعب المصري كله مائة مليون هو تحت قبلته ولذلك اعتقادي أن التركيز يكون على الأحرار وهم المصريين خارج مصر العشر مليون خارج مصر نطلب منهم قبل ما يطلبوا من السجناء داخل مصر أنهم يطولوا وينطلبوا وينادوا إرحى يا سيسي هذا ظلم شديد لهم أنا أطالب كل من هو خارج مصر أن يجي جهار نهارا وكتابة ويقول أنا أتحب الثقة من عبدالفتاح السيسي وأصلب منه التنحي وأنا أولهم واسمي معروف وعنواني معروف وفيلفوني معروف وصورتي معروفة بلك بحيث إن إحنا لو جمعنا بخلال هذه المدة القادمة مليون توقيع يبقى نتفائل ونقول للعالم كله هناك ملايين المصريين خارج مصر تحبوا ثقة من عبدالفتاح السيسي ماذا كيف يرد عبدالفتاح السيسي هل يقبض علي وأنا أعيش في أمريكا هل هيغتلاني وأنا في داخل مدينة واشنس هذا واضح بخصوص مبادرتك دكتور صفي الدين والآن لعين فعلا على المعارضة السياسية المصرية كيف يمكن أن تتعامل مع هذا الحراك الشعبي في الداخل لماذا لا تعمل فعلا على مبادرة واضحة من أجل صناعة تنظيم للحراك في الداخل لو تعلق في نهاية هذه الحلقة دكتور ثلاثة خطوات أقولهم في ثلاث كلمات أولا الإعلان جهارا نهارا عن سحبنا كل مصري خارج مصر يسحب ثقة فيها الثانية يكون معنا ملايين الخطوة الثانية عمل قيادة حكومة في المهضر ثالثا خطة لإنهاء هذا العسل نعم أشكرك جزيلا شكر دكتور صفي الدين حامد محل السياسي على مشاركتنا في هذه الفقرة إذن مشاهدين الكرام كنا نغطي مع حضراتكم كيف عمل نظام عبد الفتاح السيسي من أجل إفشال التظاهرات ضده ولكن يبدو أن الأرض قد اهتزت من تحته وعرشه يبدو أنه سوف يفارق قريبا مدام أن الشعب قد تحرك في ميادين مصر فاصل قصير ثم نصحبكم في جولة الصحر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة